اشتركوا في القناة التس يؤجل قضية الوداد الرياضي ومنف نابي يوضي حقيقة عودته للفريق الاحمر رسميا المغرب التطواني يتعاقد مع مهاجم ودادي بارز بالميركات الصيف الحالي رسميا فوز البنزارسي يوافق على تدريب الوداد الرياضي في الموسم المقبل وفي اخر الفيديو سنعرض لكم خبر مفرح لجماهير الوداد الرياضي بخصوص عودة محمد اوناجم للنادي الاحمر رسميا ساعد الناصيري يحسم عاشر صفقة له بالميركات الصيف الحالي مع مدافع جديد نافى مصدر مقرم من التسونسي منف نابي المعد البدني السابق لفريق الوداد الرياضي صحة الاخبر التي سروج حول وجود عرض من النادي الاحمر لهذا الاخير واكد نفس المصدر ان منف نابي لم يسوصل باي عرض من الفريق الاحمر مؤكدا على ان لديه عقد الرفقص فريقه الجديد الرفاع البحريني وراجس بعض الاخبار حول تقديم الوداد الرياضي عرضا للمعد البدني منف نابي من اجل عودته للاشرف على الاعداد البدني للاعب الفريق الاحمر في الموسم المقبل وكان فريق الوداد الرياضي قد قرر الاستغناء عن خدماته في الموسم الماضي بعد الاقصاء من كأس محمد السادس للاندي الابطال قررت محكمة التحكيم الرياضي الدولي التسأجي للحسن في النزاع القائم بين فريق الوداد الرياضي ولاعبه السابق سيسوكو الى غاية العشرون من شهر دجمبر المقبل وكانت التسقط حددت يوم العشرون من الشهر الحالي موعدا للحسن في القضية قبل ان تقرر تأجيلها من جديد لشهر اخر ولجأ اللاعب المالي سيسوكو الى التصل المطالبة بحقوقه المالية العالقة بذمة الفريق الاحمر في الوقت الذي يؤكد الوداد الرياضي انه سلم اللاعب جميع مستحقاته المالية وادل بوثائق تؤكد صحة اقواله الا ان سيسوكو اكد انها وثائق مزورة ولا تخصه وهو ما اكده مكتب فرنسي للخبرة اعلن فريق اتحاد طنجا رسميا تعاقده مع محمد علي بام عمر في صفقس انتقال حر بعد فك ارتباطه بفريق الجيش الملكي ووقع محمد علي بام عمر في كشوف فريق اتحاد طنجا على عقد يمسد لموسمين قادمين بالميركات الصيفي الحالي ودخلت ادارة اتحاد طنجا قبل ايام في اتصال اسم مكثفة مع اللاعب لتدعم خط الوسط وذلك بعد راحل سوفيال لمودة الى الوداد الرياضي للاشارة محمد علي بام عمر وخلال تصريح سابق اكد انه توصل بعرض من فريق الوداد الرياضي خلال فصلة الانتقالة الصيفية الحالية قبل ان يتعاقد معه نادي اتحاد طنجا بشكل رسمي اكدت بعض المعطيس ان فريق المغرب التطواني تعاقد مع محمد كامل مهاجم فريق الوداد الرياضي خلال الميركات الصيفي الحالي وحسب نفس المعطيس فان المغرب التطواني اشترى عقد المهاجم محمد كامل من الوداد الرياضي وسيتم الاعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة بشكل رسمي ويشار الى ان محمد كامل لعب في الموسم الماضي مع فريق نهضة الزمامرة على سبيل الاعارة وبعد عودته للنادي الاحمر قرر سعيد الناصيري وضعه خارج حسابة الفريق الاحمر في الموسم المقبل ما جعل ادارة المغرب التطواني تتعاقد مع المهاجم المذكور خلال فصلة الانتقالة الصيفية الحالية يتجه فريق الزمالك المصري الى اعارة حميد احدد لفريق شباب المحمدية بعدما جدد هشام ايتمنا مفاوضاته مع الفريق المصري والح هشام ايتمنا على الاستفادة من خدمات المهاجم الرجاوي السابق لتعزي الصفوف فريقه الذي سينافس في الموسم الرياضي المقبل بالقسم الوطني الاول ورفضت زمالك المصري مقترح الرجاء الرياضي بالتعاقد مع حميد احدد بشكل نهائي مقابل سبعمائة وخمسون مليون سنتين كما رفضوا استمراره باللعب معارل للفريق الاخضر ليصبح قريبا من الانتقال لفريق شباب المحمدية في الموسم القادم بات المدرب التونسي فوز البنزارسي مرشح بقوة لتعويض الارجنتيني ميشيل انخي القاموندي على رأس العارضة الفنية لنادي الوداد الرياضي في الموسم المقبل وتأكد حلو الوكي الأعمال فوز البنزارسي بالمغرب نهاية الأسبوع الحالي قصد التفاوض مع الوداد الرياضي حول تسوية خلافه المالي مع الفريق وتدريبه من جديد في الموسم المقبل وذكرت بعض المعطيس عن وجود اتفاق مبدأي بين الوداد الرياضي وفوز البنزارسي من أجل العودة للفريق حيث وافق على العودة لتدريب النادي الأحمر وحسب نفس المعطيس في المدرب التونسي سيشرع في مهامه على رأس العارضة الفنية للفريق الأحمر انطلاقا من الموسم المقبل موضحة أنه سيحل خلال اليومين القادمين بالمغرب تمهيدا لقيادته فريق الوداد الرياضي وافق محمد أوناجم مهاجم الزمالك المصري على العودة لفريقه السابق الوداد الرياضي في الموسم المقبل على سبيل الإعارة لموسم واحد وحسب جريدس الصباح المغربية فإن محمد أوناجم يبحث عن مساحة للعب بعد أن باس خارج حساب سباتشيكو مدرب الزمالك ما جعل مسؤول الوداد الرياضي يربطون الاتصال بالفريق المصري من أجل الاستفادة من خدمة محمد أوناجم في الموسم المقبل على سبيل الإعارة وأكدت بعض المعطيس أن الوداد الرياضي سيتكفل بآداء الراتب الشهري لمحمد أوناجم ولن تكلف الصفقة أي مبالغ إضافية حسم نادي الوداد الرياضي عاشر صفقاته خلال المركات الصيف الحالي بضم أيوب بن الشاوي مدافع الدفاع الحسن الجديد وذلك في إطار الانسدابس الذي يقوم بها النادي الأحمر استعدادا لمنافسات الموسم القادم حيث وقع لاعب الدفاع الحسن الجديد أيوب بن الشاوي عقدا احترافيا لمدة ثلاث مواسم قادمة مع فريق الوداد الرياضي واستطاع سعيد الناصري رئيس الفريق الأحمر من إقنع نظيره رئيس الدفاع الحسن الجديد بتخلي عن خدمات المدافع المذكور ليكون بذلك أيوب بن الشاوي عاشر انتداب للوداد الرياضي خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا